تستمر قوات الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها ضمن نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولا زالت المجهودات المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية ننقل لكم الصورة اليوم بعد أربعة أيام من التعنت ومنع قوات الاحتلال لدخول المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم أربعة أيام من المنع التام ثم بعد ذلك يوم واحد فقط دخل فيها عشرون شاحنة من المساعدات الإنسانية اليوم يعتبر دخل أكبر عدد من الشاحنات خلال هذا الأسبوع حيث دخل منذ صباح اليوم سبعة وتسعين شاحنة محملين بالمساعدات الإنسانية والإغافية والطبية وغيرها من اللوجستية التي يحتاجها القطاع لكن قوات الاحتلال تمنع دخول المستلزمات الطبية فتم رفض اليوم عشر شاحنات من هذه المستلزمات بالإضافة لذلك أيضا يعني دخل إحدى عشر شاحنة من الوقود منها سبع شاحنات للسولار وأربع شاحنات للغاز لكن لم تفرغ حمولتها إلا شاحنتين فقط من الغاز وعادت إلى الأراضي المصرية بالإضافة لذلك أفرغت ما يقرب من خمسة وثلاثين شاحنة حمولتها من المساعدات في الناحية الأخرى أما باقي الشاحنات فما زالت أمام معبر كرمة أبو سالم في انتظار إما أن تدخل إما أن لا تدخل لكن المجهودات المصرية بشكل عام لا تتوقف فكنا رصدنا منذ يومين بالطبع يعني الهدنة المصرية التي عرضها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي هدنة لمدة يومين مقابل تبادل أربعة من المحتجزين في مقابل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لكن بالطبع لم يلقي يعني العادة قوات الاحتلال ما زالت يعني حتى الآن تعرقل إما إجراءات الهدنة أو حتى دخول المساعدات الإغافية بالإضافة لاستمرار القصف المستمر واستمرار مؤنهج الإبادة الجمعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحديدا ضرب شمال قطاع غزة واستهداف بيت لاهية وجباليا حيث ارتفع عدد الشهداء برقم كبير خلال اليومين الماضيين وأيضا استمرار منع دخول المساعدات الطبية إلى المستشفيات داخل شمال قطاع غزة هذه هي الصورة من أمام بوابط نعب الرفح والآن أعود عليكم مرة أخرى